السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي هنبدأ نحل اسئلة اسكر مكان افراز ووظيفة كل منه طبعا مكان افراز الاكسينات هي القمم النامية اا للساق والبراعيم وطبعا وظيفتها اا لها وظائف كتير اوي الهرمونات في النبات ان هي بتنظم النمو الانسجة بتاعت النبات وبرده بتقدر تقوم بوظيفة تفتح الازهار ونضج السمار اا وكل الحاجات ديك لها اكتر من وظيفة تقدر تقول حتى وظيفة واحدة تساعد على النمو او النضج وهنعرف برضو ان هي في باب التقاصر بقى ان برضو لها وظيفة في نمو الا استمار بدون بزور فبالتالي هي لها حوالي اكتر من ست من ست ايه وظائف طيب هرمون النمو هرمون النمو كان افرازه هو الجزء الغدي من الغدة النخامية ووظيفته ايه وظيفته ان هو بيتحكم في عملية الايد اللي هي تصنيع البروتين يعني وبيانمو ايه ونمو الجسم طبعا عن طريق استطالة الايه العظام بعد كده هرمون مكان افرازه هو الجزء الغدي لغدة النخامية ويقوم بافراز اه اوظي وظيفته ان هو ينبه او ينشط الغدة ايه القزرية التي اس اي اتش دوك نفس المكان بالزبط الجزء الغدي ويقوم بافراز ويقوم ازب تنشيط الغدة الدركية هرمون البرولكتين دوك بقى بيفرز برضو من الجزء الغدي لغدة النخامية ويقوم بتمشيط الغدة السدية لتفرز اللبن اما هرمون الاف اس اتش دوك بيفرز من الجزء الغدي ووظيفته انه بينبه تكوين حوالي سل الجراف ونموها في مبعد الانسة وفي الزكر بيساعد تكوين القناببات المنوية والحيوانات المنوية هرمون الال اتش دوك برضو بيفرز من الجزء الغدي ووظيفته تكوين الجسم الاصفر في الانسة وفي الزكر تحفيز تكوين الخلال بينية في الخصية ويفرزها ايه التستوستيرون الهرمون المنبه لعدلات الرحم او الاكسيتوسين دوق وظيفته انه ينظم تقلصات الرحم وطبعا الاول بيفرز منين ده بيفرز من الجزء العصبي بتاع الغد النخامية ووظيفته ينظم تقلصات الرحم وبيزدها عند الولادة ويحفز نزول اللبن اه من الغدد اللبنية عند ايه الرضعة الهرمون المضاد للإضرار للبول او الهرمون القابل للوعية الدموية الاتنين مع بعض او اي واحد فيهم اه الادي اتش دوك بيقلل كمية البول بعد انتصاصه في النفرون وبيرفع ضغط ايه الدم بعد كده اسئلة ما زي يحدث يقول لك اه قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من الاعضاء ايه لا يحصل لو قطعت الاتصال العصب من البنكرياس وغيره من الاعضاء العصبي هقول له هيظل البنكرياس في افراز العصارة الخاصة الخاصة به لعصارة البنكرياسية عند وصول التعامل للاثن عشر وزلك لوجود تنبيه غير غير عصبي يصل ايه لهم من مين من الغشاء المخاطر مبطن للاثن عشر طيب زيادة افراز هرموني نمو اللي هو في مرحلة الطفولة هقول له يؤدي ذلك الى حدوث العملاقة نقص افراز هرموني نموه قبل مرحلة البنكرياسية يقدل حدوث ايه القزامة اصابة شخص بمرض الاكروميجالي اي�� ميجالي بقى اقول له اصابة شخص ماذا يحدث aye هسابي شخص بمرض الاكروميجالي هقول له الاعراض هقول له النمو الايدي والاقدام متضخم عظم ايه الوجد نقص افراز الهرمون المنبه لتكوين الحويصلة FSH. لو نقص افراز هرمون المنبه لتكوين الحويصلة FSH. بذكر الانسان الناضج بدراك كبير. تمام كده? ايه لا يحصل? لو نقص افراز الهرمون اللي بينبه تكوين الحويصلة. اه تكوين الحويصلة بتاعت جراف اللي هو FSH. تمام كده? بذكر الانسان الناضج. ايه لا يحصل? اقول له يؤدي ذلك الى. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مضاد الاضرار البول. لو زاد الهرمون مضاد الاضرار البول او يقول له حقن شخصي بالهرمون القابل الوعاية الدموية. هلو يؤدي ذلك الى اه احساسه بالجفاف او اه اعادة المتصاصل في النفرون وزيادة ضغط ايه الدم. حقن امرأة حامل في شهرها الخامس بخلاصة الفص الخلفي لغدة النخمية. هلو يؤدي ذلك الى حدوص ايه? اجهاد. لان هي في الشهر الخامس ولو اه قدت اللي هو الفص الخلفي. اللي هو الاكسيتوسين دوك هيخليها اسمها دي اكتقلصات الرحم تبدأ تزيد فبالتالي يبدأ الرحم يخرج الجنين وهو لسه في شهر الخامس هبالتالي يحصل اجهار. وفي الشهر الخامس ده برضو يعني ممكن ان المرأة نفسها تموت. طيب بعد كده عندك ازالة الفص الخلفي من الغدة النخمية لمرأة حامل. لو شلنا الفص الخلفي من الغدة النخمية لمرأة حامل. او حدوص خلل في افراز هرمونات الجزء العصبي هو اقول له والله هيؤدي ذلك الى تعصر الولادة لان هرمون الليكسيكسين دي راقة ايه ما بقاش موجود. بعد كده يقول لك نقص الهرمون المنبه لعضلات الرحم عند مرأة اثناء الولادة. نفس الكلام بالزبطان ونقص الهرمون المنبه لعضلات الرحم هتتتعصر ايه? الولادة وبالتالي يلجئ الى ايه? الى حقنها. او اللي هو يبدأ ايه? اه يولدها ولادة قيصري. كده نكون خلصنا اسئلة ماذا يحدث? واسئلة اسكر مكان ووظيفة كل من. المرة الجاية ان شاء الله نبدأ اسئلة كارن بخير. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة